حال من التوتر والتصعيد تسود أوساط الحركة الأسيرة التي أعلنت العسيانة وإغلاق الأقسام والتمرد على أنظمة السجن وذلك في رد أولي على قمع مصلحة السجون الإسرائيلية للأسيرات وعددهن 29 سلطات الاحتلال اعتدت عليهن بالغاز والضرب وعزلت عددا منهم الأسيرات رددنا على القمع بإحراق الغرف والتمرد على السجان فيما أبلغت الهيئات التنظيمية إدارة السجون أن المسى بالأسيرات خط أحمر ما حدث في الدمون وفي كافة السجون هو مؤشر خطير وكبير في هذه المرحلة يتم اقتحام كسم الأسيرات يتم الاعتداء على الأسيرات بالضرب وبراش الغاز الفلفل والمسيل للدموع وعزل ممثلة الأسيرات بالإضافة إلى تواجد وحدات القمع في كافة السجون والمعتقلات هذا يعني بأن بنكفير ذاهب نحو ارتكاب جريمة حقيقية بحق الأسر الاعتداء على الأسيرات جاء بعد سلسلة إجراءات قمعية طالتهن بعد سحب الاحتلال الأدوات الكهربائية وسبق ذلك اعتداءات على الأسرى في سجون النقب وعوفر ومجد وعزل عدد منهم في وقت أعلن فيه 120 أسيرا في سجن النقب الإضراب المفتوح عن الطعام ليس مطلوب من الحركة الوطنية الآن أن تبلور خطة لكيفية الدفاع عن الحركة الأسيرة وخطة أخرى لكيفية الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخطة ثالثة للأغوار وخطة للخان الأحمر خطة وطنية واحدة نصطدم بموجبها مع المشروع الصحيح وبالتالي نستعيد امتلاك زمام المبادرة بدلا من أن يبقى زمام المبادرة بيد هؤلاء الغوغائيين الفاشيين ويشار إلى أن سجون الاحتلال تشهد حالا من التصعيد منذ تولي إثمار بنكفير وزارة الأمن القومي وتوعده الأسرة بالتنكيل وأولى خطواته كانت منع زيارة أسرة حركة حماس من غزة وعزل عشرات الأسرة في زنازين جماعية إضافة إلى إجراء تنقلات واسعة في صفوفهم المعركة بين الحركة الأسيرة والسجانة ستكون عنوانا في المرحلة المقبلة في ظل توعدات بنكفير بفرد مزيد من العقوبات على الأسرة نسر سلمي أمام المعسكر بيت الاحتلالي شمال مدينة رامالله الميدين